السلام عليكم قال جيفري تشوتر الوقت والمد والجزر لا تنتظر أحدا أما المصالحة بين فتح وحماس وإجراء انتخابات وإعادة بناء قيادة وطنية اسمها منظمة التحرير وتقرير مشروع وطني لنا بعد أن فشلت كل المشاريع فيجب أن تنتظر انبعاث نبي يؤلف بين القلوب ويوحدنا ويضعنا على سبيل التحرير ننتظر نبي إن الوقت يتدحرج في صالح الاستعمار والغزوة الصهيونية ومد الهجم على القدس ومقدساتها يعلو ويقترب كأنه تسنامي رهيب ونرى جزرا في علاقتنا مع الدول العربية والقضية الفلسطينية تتدور البحث عن الحقيقة في الرؤية الوطنية المختلفة ما بين المقاومة والمفاوضات وما بين تحرير كامل التراب الفلسطيني أو حدود ال67 لا يسمح بالعنف على الفصيل الآخر ويجب تداركه قبل أن يمتد عنفا على الشعب والأبرياء قوة الفصائل ليست في سلاحها بل في إرادتها التي لا تقهر المطلوب من الفصائل المتخاصمة ليس أن تسامح وتنسى وكأن شيئا لم يحدث ولكن أن تسامح وتفكر مع الآخر كيف يريداني مستقبلهما أن يكون نعلم أن المصالحة الحقيقية تفرد ضريبة وثمنا المصالحة لها ضريبة وتمن نريد من الفصائل أن تركز تفكيرها على فوائد المصالحة لا على المشكلة في المصالحة كن زهرة للظهور كن زهرة للظهور الأخرى وشوكة للأشواك الأخرى مثل هندي والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر